مرحبا برج الجوزاء اهلا بكم في القراءة العامة هذه القراءة تنطبق حق الطالع والشمسي وايضا القمري الطاقة العامة اللي احب اذكرها لكم ان في شي انتو تنتظرونه من فترة او سمعتو عنها خبر ولكن لحد الان هذا الشي ما وصل اوكي هذه الفرصة سمعتو او بشركم احد فيه ولكن ما صار لحد الان ان شاء الله خلال الشهر رح يتثبت هذا الشي اما اذا كان حامل بالنسبة لبعضكم زيادة او ترقية في الوظيفة زواج كان شوي تمرون بصعوب عشان تحققون ارتباط معين اوكي لا تكذبون الخبر اللي سمعتو الخبر صحيح وانما شوية رح ياخذ وقت عشان يمشي في الاجراءات لما نشوف هذا الكرت يقولك يعني لا تتساءل ويد لا تتساءل وتخاف وتقلق هذه الكرت عكس طاقة القلق وعندنا هني ترى طاقة القلق لان عندك تسعة السيوف اوكي لما تظل ويد مستعيل على ان الشي يوصل عندك عندنا هني الحمامة ان الشي وصلك الخبر ووصلك النداء بنادونك اوكي بس انت حين مستعيل على متى رح يتم الشي لا تقلق لا يهمك ويد التوقيت ومتى لان الشي قادم في طريقك هني عندنا مثل البيضة البيضة مو علي كيف نتفقس في الوقت اللي احنا نبيه ساعات تاخذ اكثر من اللازم نزيل فش ان الموضوع شوية بطول عندك شوية وصلك الخبر او رح تسمع في وقت هني في وقت زمني فتشة ما بين انت متى تسمع الخبر تأتيك البشارة ومتى فعلا يتحقق الشي يمكن حيصالك شهر شهرين تعمل على هاي الموضوع نزيل عندك هني نوع من القلق خايف ان الموضوع يطول فانت تفكر انه ما راح يصير لان مع الخماسي الاول الايسس كلهم ما يشذبون لما نشوف الخماسي الاول او السيف الاول معناته شي ثابت شي تعتمد عليه احسيني وايد طاقة مو بس زواج تحقيق امنية جدا راح ترفعك الى مستوى ثاني مستوى وايد افضل ابغريد في الحياة بشكل عام الابغريد هو ترقية في الحياة بشكل عام يعني لو كان حمل او زواج او ارتباط او وظيفة او حتى ترقية راح تأثر على كل جوانب حياتك مثل الدومينو من الطيح واحدة كلهم مطيحون مع بعض فكل جوانب حياتك راح ترتفع مع بعض لما يصير هذا الشيء وهو الشيء ترى قادم في الطريق لا تحاتي قادم لان ايس طاقة الارض يعتمد عليه ولكن تعرفون كلكم طاقة الارض تتأخر اكثر احنا لما نشوف برج هوائي الابراج الهوائية اسرع يتوقعون الشيء اسرع وعندهم طاقة صبر اقل ولكن طاقة الارضية تاخذ وقت اطول مثل الخبر اللي انت تنتظره اوكي ولكن لما ايه عندك اتاكد منه لما سمعت عندنا خبر اتاكد انه راح يصير فاتهني شوي بس اطلع من طاقة الشيء لما يبتدي الشيء يتحقق وتشوفه على ارض الواقع انا عندنا هني كارت هاير باور اوكي احس انه حتى طريقة ليش قاعدة هني يتأخروا شوي الموضوع لانه في طريقة فيها جبت البرستيج اوكي شلون يبوني وصلون لك الموضوع ما يبوني وصلون لك الموضوع بطريقة عادية يبوني قاعدونك في مكان مناسب في وقت مناسب اوكي وحسسونك انه وقع الاختيار عليك في جلسة محترامة شدي يقولولك مثلا احنا اخترناك حق هاي الوظيفة او مثل ما تعرف اخترناك حق هالوظيفة بس نبيك تقعد تتكلم مع المدير العام المدير الصاحب المنصب او اخترناك يبوني قاعدة تكون رسمية يقولولك مثلا اخترناك او وافقنا انه انت تكون انه تكون في شراكة بينك وبين شخص ثاني اوكي احني مجرد مسألة ترتيب الرسميات الهاي الباوري يتكلم عن القوة احسي هنا بالنسبة لك انت البرستيج الاشخاص هني اللي يبوني يعطونك هاي الخماسي الاول سواء ان كان زيادة في الراتب او ترقية في المنصب او الزواج يبوني يعطونك هيب طريقة زفة الخبر او تأكيد الخبر يكون في مكان رسمي في مكان راقي الترتيب يمكن هاي الاشخاص لحد الان مشغولين عشان تريد لحد الان ما سمعت منهم خبر عندنا هني اللي يوضح طاقة الاسبوع ملك سوري فارس النار فارس الاغصان وايضا الشمس مكفايا ان راح يقعدونك في قاعدة رسمية ويحرصون ان انت يصلك الخبر وتفهم يبوني يفهمونك هاي الاشخاص اللي هم مسؤولين عن هاي الخبر او هاي الترقية في حياتك يبوني يفهمونك ان انت جدا مميز بالنسبة لهم ان هاي الفرصة ما يعطونها اي احد وان انت فعلا محط ثقتهم السن هني وايد اشوف احتمال مو بس للزواج زواج مع حمل زواج مربوط بحمل اوكي او حتى لو كان في الوظيفة يكون نجاح ولكن نجاح معلن فيه طاقة الاعلان الشمس كارت برج الاسد عندنا هني طاقتين نارية خلال الاسبوع الثاني اللي احس انه راح يصير انه مثلا ينتقون بالضبط وقت ومكان وزمان وطريقة يقررون فيها انه يعلنون ان انت اللي وقع عليك الاختيار في الاسبوع الثاني قاعدين يرتبون انه يببون يجمعون اكبر عدد ممكن من الاشخاص المعنيين الاهل اذا كان زواج الموظفين وزملائك في العمل اذا كان ترقية يمكن راح يحتفلون حتى بشي معين يببون هني رتبون طريقة احتفالهم بخبر زواج بخبر حمل اوكي وهي الخبر ترى موجه لك انت انت راح تكون الطرفي عندنا الشمس تعرف هاي اللحظة اللي كل الاشخاص يصفقون لك ويعرفونك على اهم شخص في المكان المدير العام الرئيس التنفيذي عندك هاي النوع من الطاقة انت لحد الان عندك الفارس الفارس يحسسني مع انك تحس انه باقي امامك وايد ولكن ليش اقولك هذي الافكت او هذي القفزة راح تأثر على كل حياتك دام راح يعرفونك على هاي الشخص المهم الشخص اللي يعتبر كبير القوم كبير المكان خلاص بعدين من هنا الامور راح تسهل عندك واضح من القراءة من اسبوع الثالث الرابع الامور راح تسهل عندك لان هاي الشخص دائما راح يكون عينه عليك اوكي راح دائما يكون اهم ايضا ان انت تكون مرتاح في هاي المكان مرتاح في هاي الزواج فلو حسيت ان في اي شي انت حاطه في بالك ومتأخر عليك لان الترتيبات اللي خلف الكواليس قاعدة تصير وتبت تصير عشانك باحسن شكل ممكن يعني لو كانت حتى مثلا سفر الطيارة ما يبوني سفرونك بشكل عادي او في اي يوم وتكون الامور مكركبة يبوني سفرونك بترتيب في درجة يمكن حتى مو سياحية درجة بزنس اوكي يكون فيه احسن استقبال يستقبلك يرشدونك لما انت توصل للدولة الفلانية ترتيبات اهني ترتيبات قاعدة تصير خلف الكواليس لحد نص الشهر عندنا الاسبوع الثالث بويزد بويزد احس هاذا هي اللحظة اللي انت اتوقع فيها ما ادري ليه شايين اهني احساس التوقيع اتوقع اما على عقد الزواج على موافقتك اسبوع الثالث يتطلب منك ان انت تظهر موافقتك على هذا الشي اللي يعرضونه عليك انت متأكد اصلا انك موافق ولكن كأنما هم احني يسئلونك 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 شديه بشكل رسمي عشان تبدي موافقتك انزين ومع هذا الكرت عشرة الاخصان والفول ويقولك شغلة يا برج الجوزاء رح يوضحون لك هاي الاشخاص او تجري معاهم نوع من الحديث في الاسبوع الثالث ان هذا الشي اللي انت مقبل عليه وان كان فيه وايد امتياز مادي امتياز ان انت يسطع نجمك تبين اكثر في عيون الاشخاص المهمين فيه المجال فيه فرصة افضل بكثير ان انت تثبت نفسك تتنقل بين الوظائف ترتقي تتزود شخص افضل افضل يعني يرفعك حتى في المستوى الاجتماعي ولكن ايضا يجرون معاك نوع من الحديث عشان يتأكدون انك بويز اللي هو نوع من الثبات اذا بتلاحظوا الصورة يببون يتأكدون ان انت ثابت وان انت فعلا تبدي هذا الشي فخلال ثالث اسبوع شوية اظهر انك متمسك بهذه الفرصة اللي امامك لانهم يحسون انهم حمل ثقيل خايفين ان انت شوية ما راح تقدر تشيله او خايفين ان يتعبك خايفين ان يتعبك لو كان حمل يخافون ان الحمل يتعبك لو كان زواج خايفين ان انت ما تقدر تتأقلم على الاسرة الجديدة لو كان وظيفة وزيادة في الراتب والترقية يخافون ان انت المسئوليات الجديدة راح تتعبك فخلال ثالث اسبوع او راح تكون انت محتاج تبين لهم ان كل هاي الامور سهلة عليك عندنا كرت رقم صفر الفول اللي دائما يكون مستعد يبتدي من الصفر انا صح اجتهد قبل ولكن لحد الان انا المستعد ان اريد ارجع من الصفر وابني من الصفر لان اتنا هاي العرض الجديد راح ياخذك الى مكان جديد مشرب فقط جسديا ولكن حتى من ناحية اجتهادك راح تضطر تظهر نوع ثاني او جزء ثاني من شخصيتك جزء فيه مرونة ترى جزء فيه ابراز لآرائك اكثر لان محتاج يعني ما تكون وايد مخفي عن العيان محتاج تظهر اكثر تكون واضح اوكي تكون لك موقف الفول يكون لك موقف زيادة وتكون واضح في كلامك اختار خلال اسبوع الثالث في الحديث معاهم مفردات تبين انت فاهم الوضع اللي مقبل عليه ومستعد مستعد تشيل هاي المسئولية اوكي الاسبوع الرابع عندك بلاست هذا الاسبوع هو الاسبوع اللي خلاص تبتدي تستلم فيه الشي اللي انت لطالما انتظرته لان هذا كرت المنعم او النعمة معاه ثلاثة السيوف وملكة السيوف احس اهني في ثلاثة السيوف كل الناس ما بقولك اهني الاشخاص المهمين لا اقرانك الاصدقاء اخوتك في البيت اهلك يمكن اوكي الاشخاص اللي في سنك اللي وضعهم مقارب لوضعك رح يطالعونك وكأنما يعبون اصابعهم غيرة حسدا ان شون فلان قدر يحصل بين يوم وليلة وليش فلان اختاروه ليش فلان اختاروه حق هاي الوظيفة وش معنى فلان ما صار لوقت طويل في هاي الشركة ما صار لوقت طويل متعارفين عليه بسرعة اختاروه حق هاي المهمة فيه نوع من الغيرة من الحسد كأنما يحاولون يحاولون حتى يوقفون عنك الخير اللي انت قاعد تستلمه وهما ما يشوفون الشغلة انت اشتغلتها والاجتهاد اللي انت اشتهدتها نوع من الغيرة نوع من ان يحسسونك كأنه هني كنابون بس حتى يوصلون لك فكرة ان انت حصلت على هذا الشي مو بسبب اجتهادك وانما بسبب لانك شخص مفضل عند صناع القرار اوكي لان انت حاولت ان تستميلهم عندنا هني ملكة السيوف ملكة السيوف كأنها تتابع لهاي الطاقة اللي انا قلت لك عنها طاقة محتاج انك تقف وقفة مواجهة فيه امور تطلب من المرونة ولكن شوف العائلة اللي انت مقبل عليها الوظيفة الفرصة اللي انت مقبل فيها يبون يرون منك معدن ملكة السيوف شخص ما يخاف يواجه شخص ما يخاف ينتقي كلامه بشكل احترافي ما فيه عاطفة فيه مواجهة منطقية انا حصلت لاني اجتهد لاني صبرت وتذكر بالضبط صبرت يمكن ثلاث سنوات حاولت كذا مرة وتذكر محاولاتك اللي انت فشلت فيها او ما قدرت تتحصلها قبل ولكن من صبر نال الحديث يتغير من حديث انا قادر اسوي او قادر اشيلها المسئولية في الاسبوع الثالث الى الاسبوع الرابع حديث انا حصلت ما بقلك تبرر نفسك ولكن تذكرهم ان التذكرة تدفع المؤمنين تذكرهم ليش انت قاعد تتحصل هذا الشيء لانا انت صبرت ملكة السيوف دائما يسمونها الملكة الارملة او الملكة المطلقة الملكة اللي رأت الكثير من الظلام في حياتها عشان شذي الحين صارت ملكة ما صارت ملكة لانها جمعت الكثير او لان احد شافها جميلة واعجب فيها وبعدين عطوها المنصب لا مبني على سنين من الخبرة والتحمل والاجتهاد هذه النوعية الحديثة لازم يتغير صوتك ونبرتك من نبرة هنا النبرة موجهة الاشخاص اللي راح يختارونك الى هنا النبرة تكون موجهة حق الاشخاص اللي يقولون اشمعنا برج الجوزاء عطوها المنصب اشمعنا برج الجوزاء وافقة ومثلا لو كان في زواج هنا معارضة ان يصير في زواج مثلا من قضاء المختلفة او دول مختلفة اشمعنا هذين اهل الاهل كانوا رافضين اشمعنا الحين وافقوا على هذا الشخص مع انه اصلا من دولة او دين او مكان مختلف عرفت هاي النوع فانت لازم تقف وقفة ملكة السيوف وتوضح لهم الاسباب المنطقية انتو في هني طاقة الحيوان خلال شهر اكتروبر الاخطبوط الاخطبوط عنصر مائي كانما هذا تحذير لك دائما يتكلمون عن الاخطبوط انه يملك الكثير من الابداع ولكن شي الواحد فقط لا يفلت منك عشان ما تتغير ما يتغير مسار هاي القراءة الجميلة عواطفك عواطفك لا تفلت منك عرفهني ان انا اتكلم مع شخص من برج الجوزاء صبر وايد والحين صار يستحق ملكة وصلت الى هذا الشيء او وصل الى هذا الشيء بجهده مو باعتماده على حسبه ونسبه والواسطة وغيره وغيره اوكي صبر وايد مشكلتكم انتو ما شفتو انه يصبر وهو قاعد يجتهد الشيء الوحيد اللى اذا افلت منك ممكن اغير مسار هاي القراءة وهو عواطفك طاقة سيوف كأنه ما قاعدت شجعك ان انت ضل في طاقة العقل طاقة اني اتناقش معاكم بدون ما اعصب بدون ما اسبكم بدون ما اختار الفاظ غير لائق اوكي لا تتمكن منك طاقة الماء دائما يصفون الاخطبوط اللى هو ما يعرف يحط حدود مو قتلك هني كأنه ما احص طاقة ليش كان عندك فارس فارس يصير ملكة خصوصا اذا كان ترقية في الحياة بشكل عام رح ترفعك من فارس الى ملكة اوكي وهذا هو الترتيب في التارو فارس الى ملكة الى ملك بعدين نايت بعدين كوين بعدين كينج انت لازم تستوعب بعد شي ان هذه الترقية تأتي مع نوع من المسئولية المسئولية مو فقط تجاه الاخرين انت لازم تغير نبرتك لازم تتصرف شوي بقيادية اكثر واضح اكثر اوكي ما يصير دائما تكون مرن مع الاخرين محتاج شوي تظهر من الجانب الصارم منك الجانب القيادي لان انت قاعد هنا تتسلق حرم وقاعد في صعود فهم هنا يبقون هاي الاشخاص يشوفهم منك الجانب القوي الجانب اللى عنده مسئولية الجانب اللى ما يخاف انه ياخذ قرارات صارمة قرارات سريعة قرارات فيها نوع من المواجهة اوكي؟ اشتركوا في القناة شكرا